موسيقى موسيقى مساء الخير في حلقة من تركيا هذا الأسبوع خطط لدمج الأطباء السوريين المتواجدين في تركيا في المراكز الصحية الحكومية أما جولتنا في الصحافة التركية بين واشنطن وموسكو أين وقفت تركيا خلال 2017 وفي فقرة معكم مشكلات عديدة تواجه السوريين عند استئجار المنازل فما هي الحلول؟ موسيقى تسعى وزارة الصحة التركية للاستفادة من الأطباء السوريين عبر منحهم تراخص قانونية للعمل لكن مشروعها الذي بدأ بتعيين 307 أطباء في المراكز الصحية التابعة لمخيمات اللاجئين السوريين يعاني من البطء الشديد فضلا عن مشاكل أخرى تتعلق بدمج الأطباء السوريين في المشافي الحكومية حول هذا الموضوع وانعكاساته على اللاجئين السوريين في تركيا نتابع التقرير بعد مضي نحو عام على تصريح وزير الصحة التركي رجب أغداغ أن بلاده عازمة على منح الأطباء السوريين والعاملين في القطاع الصحي أذونات عمل لا يزال هذا المشروع يحبو ببطء باتجاه السماح بالعمل القانوني للأطباء السوريين ألف وخمسمائة وأربعون طبيبا سجلوا شهاداتهم لدى وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة ليصار إلى تدقيقها ثم تقديمها للحكومة التركية هذا المشروع هو أولا التدقيق على شهادات الأطباء القادمين من سوريا هذا الدور قامت به وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة وقامت بالتدقيق الشديد جدا لأنه لا يمكن أن نسمح لنفسنا بأن تسرب ولو شهادة واحدة بغير حقيقية الخطوة العملية الأولى في هذا المشروع كانت تعيين ما يربع على 300 طبيب في المراكز الصحية الخاصة باللاجئين السوريين بعد خضوعهم لدورتين تدريبيتين إحداهما نظرية والأخرى عملية امتدت لستة أسابيع في المشافي التركية حاليا نعمل في هذه المراكز أحدث 80 مركز لحد الآن في تركيا على كل الأراضي التركية على الأغلب هذه المواقع كانت في المخيمات طبعا تم توظيف حوالي 300 307 طبيب في هذه المراكز إذن مع مرور كل هذا الوقت تم حل مشكلة قسم محدود من الأطباء السوريين وبشكل جزئي عبر السماح لهم بممارسة الطب العام دون اختصاصاتهم وفي مراكز صحية معينة الأمر الذي دفع العديد من الأطباء للبحث عن عمل من خلال المنظمات الطبية التي لها هامش من حرية العمل على الأراضي التركية الأطباء السوريين لجأوا لموضوع بعض المنظمات الداعمة وطبعا هناك قانون في تركيا أنه إذا فيه منظمة مثل المنظمات اللي حين نشوفها الهلال وغيره إذا هي حابة تفتح مركز صحي أولي بي أج سي بريماري هيلث كير وهي يضغطي نفقات المرضى ونفقات الأطباء هنا لا مشكلة أنه يجد طبيب السوري حل مشاكل ممارسة الأطباء السوريين لمهنتهم في تركيا لا يهم الأطباء والعاملين في حقل الصحة وحسب لكنه بالدرجة الأولى يهم المواطنين السوريين المقيمين في هذه البلاد فحاجز اللغة وإمكانية التعبير عن الألم لطبيب يفهم لغتك قضية تتجاوز لدى الكثير من السوريين إغراءات العلاج المجاني في المشافي التركية لبرنامج من تركيا حسن محفوظ غازي عن تاب لنقاش هذا الموضوع أرحب بضيفي في الستوديو الدكتور عبد الله الشامي طبيب سوري أهلا بك دكتور عبد الله أهلا سهلا يعني كما رأينا في التقرير هناك خطط حكومية تركية لدمج الأطباء السوريين في المشافي والمراكز الصحية التركية لكن هذه الخطط يعني تعاني من بطء شديد في التنفيذ ما السبب في ذلك؟ سبب بطء المشروع هو تأخير الاتحاد الأوروبي بالالتزامات المادية للصحة التركية نعم تشير الأحصاءات والأرقام الصادرة مؤخرا إلى أن فقط 26 طبيب سوري هم من منحوا شهادة شهادة تمكنهم من العمل في القطاع الحكومي التركي هل هذه الأرقام صحيحة؟ وإن كانت صحيحة فهي ضئيلة جدا إذا ما قرنت بعدد الأطباء السوريين الموجودين في تركيا فما السبب في ذلك؟ بالنسبة لهذه الأرقام هي أرقام غير صحيحة بثتها جهات تركية معارضة بعض الصحف التركية المعارضة كل الأطباء الذين خضعوا للدورات تم تمكينهم من شهادات عملية للعمل ضمن المراكز الصحية التركية وليس للعمل في المشافي نعم بعض المصادر ذكرت أن هناك قرار يعفي الأطباء السوريين من شرط تعديل شهاداتهم الراغبين بالعمل ضمن منظومة الصحاء التركية مقابل خضوعهم لدورات تدريبية تحت إشراف أطباء أتراك هل هذه الخطة تم تفعيلها بشكل فعلي؟ الخطة منهاج التعديل مختلف تماما عن مشروع توظيف الصحة التركية مشروع التوظيف هو آلية مشتركة بين الصحة التركية والاتحاد الأوروبي للعمل ضمن مراكز الصحة الأولية والمنح ومنح زونات عمل خاصة ضمن هذه المراكز والمهاجرين حصرا بدون المواطنين الأتراك والتعديل آلية مختلفة تماما عن هذا المشروع يعني بأن هذا المشروع في نهاية المشروع لا يعطي تعديل أبدا نعم السؤال هنا يعني لماذا اقتصرت هذه الدورات التدريبية أو هذه الخطط على اختصاصات معينة دون أخرى لا خضعت كل اختصاصات للدورات في الاختصاصات الداخلية والطب العام والنسائية والأطفال خضعوا للدورات في مراكز الصحة الأولية التركية وكل الإختصاصات الجراحية والإختصاصات الداخلية الفرعية خضعت للتدريب في المشافي ولكن في المشافي التركية تحت إشراف أطباء أتراك ولكن للآن لم يجد آلية لا توجد آلية لتوظيف الأطباء الجراحين بالضبط هذا ما قيل أن هناك الأطباء الجراحين لم يأخذوا نصيبهم من هذه الدورات التدريبية نقلا عن الدكتور محمد جران هو منسق الصحة التركية مع الأطباء السوريين بأنه سيكون لهم مشروع لاحقا هو إما عملهم ضمن المشافي في تركيا أو عملهم ضمن مشافي حدودية نعم دكتور يعني بالنسبة لتعديل الشهادة هل هو أمر متاح أو أنه غير متاح يعني بالنسبة للأطباء السوريين وكيف يتم ذلك يعني خاصة في ظل العلاقات التركية السورية يعني غير على ما يبدو أنها غير يعني متكافئة أو أنها غير واضحة فكيف يتم أمر تعديل الشهادة بالنسبة للأطباء السوريين الموجودين في تركيا نعم أعلنت وزارة التعليم العالي لتركيا بشهر تموز 2017 بأنهم لأول مرة تتم استقبال أوراق الأكاديميين السوريين إجمال أطباء وغير أطباء بدأ بامتحان تقديم المعادلة وقبل هذا التاريخ لم تكن متاحة على مدى خمس سنوات لم تكن متاحة وما العمل بالنسبة للطبيب السوري الموجود في تركيا والذي يرغب ببدأ عمله سواء كان خاص أو في أحد المراكز السورية أحد المراكز السورية الخاصة باللاجئين أحد المراكز الخاصة باللاجئين هي لا تغني عن المعادلة لا تشترط التعديل هي فقط ضمن دورات الخضع لها في وزارة الصحة التركية العمل ضمن مشفع حكومي أو مشفع خاص أو العمل بشكل طبيب يماثل الطبيب التركي هو وجوده ضمن التعديل خضوع لامتحان التعديل نعم دكتور سأعود للحوار معك بعد تقرير يضعنا بصورة عمل الأطباء السوريين في تركيا اشتركوا في القناة نعود للحوار دكتور الحكومة التركية أغلقت العديد من المراكز الطبية السورية الموجودة في تركيا ما هو مصير هؤلاء الأطباء الذين يعملون في هذه المراكز الطبية خاصة أنهم لا يستطيعون وليس هناك إمكانيات أن يفتتحوا عياداتهم الخاصة بهم نعم مصير الأطباء هو الانتظار التوظيف الانتظار تثبيت القرعة التي تتم في كل ولايات التركية من قبل مديريات الصحة التركية تصدعي عدد من الأطباء يعني على سبيل المثال في اسطنبول التثبيت قليل جدا مقارنة بكافة الولايات الأخرى نعم دكتور لكن كيف سينعكس ذلك على اللاجئين السوريين أو المرضى السوريين الموجودين في تركيا خاصة أنهم يفضلون التعامل مع طبيب سوري يعني يفهم لغتهم نعم بالنسبة للاجئين السوريين يعني حتى عمل الأطباء ضمن مراكز الصحة الأويلية لا يغني للمرضى السوريين يعني لا يقدم لهم العناية الكافية لأنه مخصص ضمن بعض الاختصاصات فقط الداخلية والأطفال والنسائية يعني لكن هذه يتمثل أكثر احتياجات يعني المجتمع السوريين أما بالنسبة للاجئين فبعضهم كثير يحتاجون للآلية الجراحية العمليات الجراحية ولا يتوفر في هذه المراكز لأين يلجأون يعني بهذه الحالة؟ إلى المشافي التركية في هذه الحالة المشافي التركية الحكومية بالنسبة لحامل البطاقة الحماية المؤقتة حماية المؤقتة وبالنسبة لمن لا يحملها ولا يملكها ممكن أن يتوجه للخاص إلى ممكن أن يتوجه في الخاص ويمكن أن يتوجه في القانون الصحي التركي عليه أن يتوجه إلى العاجل إلى الإسعاء في أي مشفى تقوم تقديم الخدمات له خدمات صحية له حتى ولو لم يكن حامل بطاقة الحماية نعم دكتور هل شملت الدورات التدريبية جميع الأطباء السوريين موجودين في تركيا أم أنها مقتصرة على عدد معين؟ لا الدورات شملت كافة الأطباء المقيمين على الأراضي التركية والحامل الإقامات السياحية والإقامة للاجئ ما طبيعة هذه الدورات؟ يعني باعتبارك أنت خضعت لهذه الدورات وخطت فيها وتجاوزت ما هي طبيعة هذه الدورات؟ ما مضمونها؟ ما هي شروطها؟ هي آلية دمج بين الأطباء السوريين وأطباء الأتراك وتدريب الأطباء السوريين على النظام الصحي التركي يعني ما هو الفرق بين النظام الصحي التركي والنظام الصحي السوري لنسميه يعني تون أنه بالنهاية نظام طبي وقائم على أساس علمي نعم هو مختلف تماما بالنسبة للأساس العلمي هو موحد في كل دول لكن بالنسبة للنظام الكتروني في الصحة التركية لديهم نظام الكتروني يربط كافة المشافي والمراكز ضمن آلية مربوطة بالوزارة آلية الكترونية مربوطة بالوزارة حتى بالصيدليات الخاصة يعني عند ذهاب المريض المراجع إلى أي مركز الصحة يتم تسجيله ضمن المنطقة المقيم فيها في هذا المركز ضمن طبيب محدد يأتي إلى الطبيب يكتب وصفته يتم وصفها مباشرة من أي صيدلية كانت يذهب المريض فورا إلى الصيدلية يجد وصفته موجودة نعم يعني برأيك افتتاح المراكز الطبية السورية يقولون أنها بدون رقابة من الطرف التركي هل ذلك يؤثر على صحة اللاجئين السوريين أو هل هناك مخاطر على صحة اللاجئين السوريين يعني البعض قال أنه مثلا أحد أسباب إغلاق المراكز الطبية السورية هي أنها لا تخضع لرقابة حكومية وهذا بالتالي يعني يؤدي إلى مخاطر ممكن أن تكون تلحق باللاجئين السوريين هل هذا صحيح؟ نعم يعني إلى أي مدى يعني يؤثر على اللاجئين؟ هو يؤثر بناحية أنه لا يوجد رقابة صحية يعني من قبل وزارة صحة التركية الآن يتم تواصل بين الصحة التركية والجمعيات المسؤولة عن المراكز بحيث وجود آلية للعمل مشترك لخضوعها للرقابة الصحية لأنها تقضي بحوائج السوريين نعم هل تتوقع يعني كسؤال أخير هل تتوقع إجراءات حكومية جديدة تسهل عملية الدمج؟ وهل تعتبر أن هذه هي خطوة إيجابية في سبيل تمكين الأطباء السوريين في تركيا؟ نعم هي خطوة إيجابية جدا في نهاية 2014 كان يوجد عدد كبير من الأطباء السوريين في تركيا أغلبهم لجأ ومن ثم في نهاية 2016 بدأ مشروع الأطباء استوعب 1500 طبيب في الدورات التدريبية كاملة والآن يتم التعيين في كل الولايات في ضمن المراكز الصحية طبعا بالنسبة للاختصاصات الجراحية لم يتم تعيين أي جراح أو لا يوجد حتى الآن خطة رسمية بهذا الخصوص أما بالنسبة لأطباء المراكز فهم تتابعا يتم تثبيت في التتابع وبطء المشروع يعود لعدم تمويل من قبل الاتحاد الأوروبي نعم دكتور جزيلا شكر لك دكتور عبدالله شامي على مشاركتك معنا لهذا اليوم والآن نشاهدين جولة في الصحافة التركية مع عمار عز عمار يعني ما هي أبرز مقالات الرأي في الصحافة التركية خلال الأسبوع الماضي؟ بالحقيقة كل كتاب الرأي أو معظم كتاب الرأي الأتراك في الصحفة التركية كتبوا زواياهم حول السياسة الخارجية التركية أين نجحت السياسة الخارجية التركية؟ أين حققت أهدافها؟ وأين فشلت؟ يعني البعض قال بأن السياسة الخارجية التركية فشلت في ملفات كثيرة البعض قال بأنها نجحت في سوريا في الملفات الأقليمية وأيضا في العلاقة المتأرجحة بين الولايات المتحدة وروسيا وتركيا التي تأرجحت علاقتها بين هاتين الدولتين مشاهدين بعد الفاصل بين واشنطن وموسكو أين وقفت تركيا خلال العام 2017